طيب هنرجع للمنصة تاني تمام اللي عليكم أسستوها حقيقة بقى هتضيف ايه للعميل او ازاي هتامل عملية التسويق والماركتينج وايه هي الخطوات اللي بيتم عليها عملية التسويق ولحد عملية البيئة هاي احنا عاملين منصة زي حالك كده في عندنا منصات فينا في مصر مشهورة جدا عاملين نفس القصة نفس الفكر انه احنا الوحدة كاملة بأسعارها بصوارها بفيديو وليها بيدخل يشوف الفيديو كمان بتاع الوحدة دي تاعته كمان موجود السعر بتاعه تغنية الميتا فيروس يعني قريبة منها اقريبة نعم وكمان يقدر يبص على انه هيقصت على انه ايه الموديول بتاعه عايز يقصت على عشرة سنين على ثمان سنين على ستة سنين على حسب كل وحدة والقصة بتاعتها موجود كمان على السيط الوحدة دي هستلمها دلوقتي ولا هستلمها بعد سنة شهور ولا هستلمها بعد سنة وفي الاخر لو عجبوا السعر بيروح دايس كونتاكت يطلع له احنا عندنا ايجنت هناك في امريكا يعني احنا عندنا ايجنت من كل الجنسيات بيشتغلوا معنا فهيطلع له الاجنت اللي منزل الوحدة دي سواء كان امريكي سواء كان مصري عربي لبناني هيكلمه ويقول له ام انترست باليونت اللي هي رقمها اكس موجودة عندكم وانا حابب ان انا يكون بابروسيد ودي بتبقى البداية بقى يعني بداية ان احنا فيه عميل انترست بيونت بنبتدي نعمل معاه الميتنجز والزوم ميتنجز ونشرح له المشروع ونشرح له مصر ونقول له انت فين وقصة كلها وحتدفع ايه ويه الارو اي بتاعتك ايه العائد على استثمار اللي انت هتشتري للوحدة دي وهتفيدك ازاي وكل القصة دي كلها فده بياخد من ثلاثة الست شهور بعين عشان بس الكلوزنج للعميل دي كل البروست لغات لما احنا بيقى فيه طرقتين عميل اجنبي مش محتاج ان هو ييجي مصر مجرد انه ترانسفر من امريكا بالدولار او بوطفل العملة بيحول على طول داريكت على الديفاليبر والعقد بيروح له اوبرسيز يمضي عليه ويرجع له تاني مش محتاج ان هو ييجي يعني العميل مش محتاج ييجي او في عملة بتيجي تقول انا حابب اشوف الوحدة على الطبيعة يعني في عميل بيجي يقول لي انا حجست وجاي علشان اجي ابص على الطبيعة فهو بيجي منعمل له التور بتاعته يبص على القصة ويمدع قولهم او بيشرتش ان هو ييجي مصر مش شرط خالص احنا 80% من العملة بتاعتنا اشتروا من على المنصر من على المنصر بيحاول فلوس خلاص بيحاول فلوس ديريكت من غير ما ييجي في عندنا شوية مصريين يعني بيبقى شوية العايز يشوف باني